يواصل المصريون أجواء الاحتفال بايد الأطحى المبارك في الحدائق والمتنزهات خاصة مع انكسار درجات الحرارة بعد فترة الظهيرة استعدت حديقة الطفل بمدينة نصر استقبال الموطنين هاته توفر الحديقة مسارات للمشي أو الجري وأماكن للجلوس مما يجعلها نزهة مناسبة لمختلف الفئات والأعمار كعادتها في كل عيد استعدت حديقة الطفل بمدينة نصر لاستقبال الموطنين خلال أيام عيد الأطحى المبارك والتي تقع على مساحة عشرين فدانا وتتميز بالمساحات الخضراء إلى جانب توفير مسارات للمشي أو الجري وأماكن مريحة للجلوس مما يجعلها نزهة مناسبة لمختلف الفئات والأعمار الحديقة تعتبر من أفضل حضائق مشروع الحضائق المتخصصة في المحافظة وطبعاً الاستعداد بقابليها بفترة كبيرة يعني بتاع أسبوع أو أسبوعين بنجهز الحديقة من صيانة غسل المشيات نظافة الحديقة وده طبعاً تعتبر باستمرار يعني سواء في عيد أو غير عيد الإجراءات حضرتك بالجمهور بيدخل على شباك التذاكر بيطع التذاكر المطلوبة منه بتفتيش من الأمن الداخل ممنوع أي متفرقات أو أي مواد مشتعلة اللي احنا مش مسموح به المعيد العمل من الساعة 9 صباحاً 8 صباحاً إلى الساعة 12 مساء في العياد لم يختلف المشهد كثيراً في حديقة العشر من رمضان بمدينة نصر والتي فتحت أبوابها لاستقبال الزائرين بعد تجهيز كل المسطحات الخضراء وتطوير منطقة ألعاب الأطفال وذلك للتمتع بالمساحات الخضراء والأنشطة المختلفة داخل الحديقة عندنا هنا 17 لعبة ألعاب كهربائية ألعاب كبيرة ديسكافوري مركب ألعاب البستة العربيات فيه ألعاب للأطفال فيه أطر للأطفال فيه أعربيات صغيرة للأطفال فيه بي بي كار كل الأعمار اللي بتيجي هتلاقي كل اللي ينسبها كان أمان بسيب أولادي يلعبوا مكان جميل يعني كده وجددوا حاجات برضو فيها وأمان ومكان حلو كده الخضراء والزرع والهوى أنا جيت كذا مرة والحالة بصراحة يعني الحديقة ممتازة مش أول مرة يعني نيجي وكده والأجواء هنا يعني طحفة بصراحة يعني حاجة كويسة جدا الحياة الحديقة جميلة جدا لأن أسرية وبشكر هنا المسؤولين على الحديقة كل سنة بنيجي على فكرة وبنيجي نلاقي على طول فيها تطور فده اللي بيعجبنا في الحديقة والله هو بالنسبة لي أول مرة أجي هنا ولقيت المكان مناسب بالنسبة للأطفال إن هم يعني يلعبوا كده ويأخذوا رحيتهم والمكان زي ما حدريك شايف يعني المكان جميل يعني آه هي مريحة وهدية كده وفي راحة كده والطفل بيأخد راحته ومن غير ما يكون خايفة عليه أو كده يعني بصراحة أنا أول مرة جيت عجبتني وأول ما دخلت لعبت العربيات ولسه أول مرة يعني بصراحة عجبتني وفيها لعب كتير ولسه بقى لأن الحديقة دي لها مميزات كتير فيها أكل فيها شرب مفهش يعني مش متوسخة يعني حتى وإحنا بنلعب بنبقى يعني متطمنين يعني مفيش حده يضايقنا استعدادات تجرى في مختلف الحضائق لاستقبال المواطنين طوال أيام عيد الأطحى المبارك عن طريق إجراء أعمال الصيانة والتطوير وتجهيز المسطحات الخضراء لتكون متنفسا للمواطنين جرمين إبراهيم التلفزيون المصري